أيها الرحمن العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنعتذر عن هذا التأخير أخرنا عليكم تقريباً 14 دقيقة عزراً خلونا نقوم لما نبدأ المقدمة دي أحكي لكم حكاية من التاريخ في رومة الأديمة كان أبناء البرنسات والأمارات بيتعلموا في المدارس وكانوا بيتعلموا الفلك وكل حاجة والرياضة والحاجات دي لكن في المدارس والأطفال بيتعلموا أو الصبية بيتعلموا كانوا بيغلطوا أحياناً فكان لازم يتقدم ابن الأمير دا أو ابن الرجل الغاني دا عشان غلط معقولة المدرس أو المدرسة اللي بيتعلموا هتضربوا على أفاء أو هتضربوا على وشه فكان الحل للحكاية دي إنك تجيب عيل من أبناء الشعب تحطه جنب ابن الأمير والعيل دا دوره أو الصبي دا دوره بس إنه يتلقى العقاب بدلاً من ابن الأمير أي حتة في الدنيا يا حضرات الشاهد على الجريمة لحة صانة بتاعته هو لأنه بيكش في الجريمة وبيحمي المجتمع من المجرم لدرجة إن بعض الدول بتعمل برنامج اسمه برنامج حماية الشهود زي أمريكا كده وفي البرنامج دا ممكن يتم تغيير هوية الرجل دا وهوية أسرته بالكامل وبيتصرف عليه طول عمره مقابل أنه فضح جريمة بتهم الرأي العام ويكون في فضحه للجريمة خطر على حياته أو حياة أسرته أنا قلتلك دلوقتي رومة القديمة كان بيحصل فيها إيه وأمريكا في العصر الحديث بيحصل فيها إيه لكن في أم الدنيا مصر النيابة العامة اللي بتمثل المجتمع بتحبس الشاهد وتتهمه وتفرج عن القاتل وتتفرج عليه كمان وهو بيهرب برا البلد في سلام أدي صورة بيان النيابة العامة لبسه الشاهد القضية اشتراك في الأكل يا حضرات الشاهد النيابة العامة المصرية أدي الصفحة بتاعته المؤسقة حيث كانت النيابة قد تلقت بلاغا من عده بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامة أحد بالتسبب في ذلك فبشرت النيابة العامة التحقيقات إذ استمعت للشهادة بعض من زوج المجني عليها الذين شاهدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تشكك في صحة بلاغا ثم بتاريخ أمس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة أكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج المبلغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما مؤكدا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جسمانها ده وإذا ذلك ولعضوية الزوج المجني عليها بإحدى الجهة استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضده بشأن الواقعة المتهم فيها وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره وتتبعت خط السيري في اليوم الذي قرر الشخص الذي مثل أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم مواقعة القتل وضبطت أدلة ترجح صدق روايته وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جسمان المجني عليها فيه فعثرت عليها به وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرع شرعي حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيا على زمة التحقيقات وجاري استكمالها ابن البرانس ما يتعاقبش لكن ابن الفلاح يتعاقب ابن الشاهد اللي اتقابد عليه دا عامات حسين خرج يحكي تفاصيل اللي حصلت مع أبوه وإزاي تم تلبيسه القضية زي ما ابن الشاهد بيقول نشوف ابن الشاهد بيقول إيه كتب على الفيس بتاعه بيقول أرجو فعلوا الهاشتاج دا الشاهد ما عملش حاجة يا جماعة خفيته الشاهد فين دي قضية رأي عام الشاهد دا أبويا القصة وما فيها إن والدي كان على علاقة صداقة بالقاضي أيمن حجاج أيمن حجاج طلب من والدي استئجار مزرعة عشان يربي فيها خيل ويدبح فيها عجول عشان العيد الكبير قرب وغيره الكلام دا كان يوم الاتنين عشرين ستة اتنين وعشرين والدي كان في المزرعة بيخلص باقي تشتبطها جه أيمن حجاج ومراته التانية شايماء جمال الإعلامية الشعيرة بمزيعة الهروين أيمن طلب من والدي شاي أم والدي كل احترام يعمل من باب يسيبهم يعني براحتهم سمع زعي وسب وتهديداد بجريمه وفساده اللي عملوا في شغله من المزيعة لأيمن حجاج الراجل طبعا الأخ اللي بيشد البتاع شدها كتير جدا انزل تحت شوية الله يخليك تحت سنة الله يكرمك أنا عايز التفاصيل دي لأنها مهمة أيها بعدهم هما الاتنين فضلوا يزعاوا مع بعض وشتاهم في بعض والدي راح يهدي الدنيا كان أيمن حجاج مسك سلاحه الخاص وبظهرها بظهر الطبانجة ضربها على دماغها شايماء بعدها خنقها بالإشارة والدي كان شايف كل ده وفضل يزعق في أيمن حجاج وأيمن حجاج فضل يهديد والدي بالقاتل حبسه في قوضة وأخذ منه تليفوناته وفضل سايبه محبوس والدي خمس ساعات أو خمس ست ساعات بعدها خرجه خرجه وهدده بالقاتل وعياله لو اتكلم والدي والدي روح وكان منهار من العيات وحكى لنا تاني يوم أيمن حجاج هدد بابا وخاله الساحل وحجزه عند ناس عربوية أول ما والدي يهرب راح بلغ نيابة الحوادث وجابوني أنا وإخواتي يحققوا معنا وأغزر المعاملات شفناها هناك وتهديدات اللينا والعيال إننا هنتحبس لو ما قلناش على مكان الجثة مع العلم إن حتى والدي ما يعرفش مكانها والدي فضل شاهد ملك لحد ما رفعوا الحصانة من علي أيمن حجاج وهرب وهدده والدي وهو جاوب شد التهريدات وهو بيتسجو يعني وخده منه وخدهه متهم تاني أنا معرفش مكان والدي حتى والدي مش هيكون ضحية الفساد والرشاوة والدي كان جاي منهار من العيات من خوفه من ربنا اسم والدي حسين محمد إبراهيم الغربلي آخر مكان آخر مكان كنت أعرف إن هو فيه نيابة نيابة الحوادث وعمل الهاشتاج وديته الشاهد فين ده كلام ابنه بنته برضو طوقة حسين طلقت قالت نفس الكلام وقالت إن هم بيهددوها ومش عارفة تنزل من البيت نشوف طوقة قالت طوقة قالت أنا مش عارفة أنزل من البيت ولا أنا ولا حد من أهلي عشان حتى نعرف نعمل محضر عدم تعرض والدي مش هيروح ضحية الفساد والدي ما عملش حاجة يا جماعة الشاهد فين مش هيعملوه حبيشة جديدة مش هنسكت إيه اللي كاتب الكلام ده على صفحتها على الفيس الحقيقة في صور محادثات نشرتها ابنة الشاهد على شكوه من التهديدات دي صور المحادثات أنتو بيجولكو تهديدات أو حاجة آه ده جزء أو ده جزء من ده أنتو عاملين آه محارب الكلام ده محاضر يعني بالكلام ده مش قادرين ننزل من بيتنا وهمنا كله بابا أنت لازم تعملو محاضر الموضوع متوسع عليه محدش تكلم فيه ولا بج ولا جروب قابل ينزل البوستو كله خايف لازم تعملو محضر وتشوفو محامي الموضوع كبير قال التقى في الآخر يلا اصع بقى مش هيرفع أكتر من كده قولي لها القاضي ترفعت من عليه الحصانة ما فيش خوف لو هو كايف أنا بتكلم على الجروب مين قالك كده ده جزء من المحادسات والبجات إن شاء الله من غيرهم صوتنا هيوصل كله بيقول لي ما تعرفيش حد إننا رفضنا ربنا على الظالم والله بس ناس تقيلة مكلمانا إننا ما نتكلمش في الموضوع حبيبتي لازم تعملو محاضر وتشوفو محامي أنا هفعل لك الهاشتاج أنا واصحابي بس ده مش كفاية ده جزء من الكلام بين أو بين حد على قصة التهديدات عزيزي المشاهد عزيزة المشاهدة قبل ما تتأثر بالكلام ده وتاخد موقف معين استنى شوية كده خلينا نسمع صوت المحامية محامية أسرة شيماء جمال تلقى تتكلم وكان ليها رواية تانية للقصة قالت فيها إن السواء هو الشاهد الوحيد وهو مشترك في القتل وقالت إن في حد تاني تقبض عليه نشوف كده المحامية قالت ايه العرباوي والسواء الأخطر في كلام المحامية إنها اكتشفت أكتر أو كشفت أكتر عن علاقة القاتل بالقتيلة وإن كان بينهم مصالح متبادلة افتكر معايا عزيز المشاهد أنا قلتلك هنا في حلقة مبارح حاجة مهمة جدا شيماء عندها قعد عشرين سنة وإنها جوزت أيمن حجاج ثلاث سنين عرفي وخمسة رسمي يعني شيماء خدت أيمن أو أيمن كان له ضلقة في إن شيماء تشتغل في التلفزيون ده اللي قالت في المحامية كان بينهم مصالح اشتغلت في التلفزيون بعد الجواز اشتغلت في التلفزيون بعد الجواز مش قبل الجواز وإنهم كانوا مخاططين للسفر لدبي مع بعض نسمع كده بعدها اشتغلت في التلفزيون بعدها بعد ما اتجوزت من الأخ أيمن حجاج بعد جوازه منها اشتغلت وبقى تقول كمان المحامية المفتازة المحامية إنهم كانوا مسافرين أو مخاططين للسفر دبي مع بعض كانوا مفتازين دبي 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 بغض النظر عن إنه أيمن ربما يكون استخدم علاقاته القوية جدا في الدولة باعتباره نائب رئيس مجلس الدولة عشان يدخلها شاشة LTC وبعد كده شاشة أكسرا الحاجات دي وتبقى مزيعة مشهورة بغض النظر عن كل ده بغض النظر عن العلاقة اللي جامعت القتيل بالقتيلة واللي يبدو إنها كانت بحاجة كده مصلحة يبدو وسواء السواء متورط في القضية دي أو لا اللي يخصنا في الحدوتة بقى اللي قاله عربي واحد وعشرين إزاي وفي الأمن الوطني أما ليه هو الحكاية ساعلة كده عربي واحد وعشرين كشفت تفاصيل واقعة القتل وقالت بالنص كده تكشف تفاصيل واقعة القتل الإعلامية شايماء جمال نطلع كده يا حضرات مع بعض يلا نطلع بالتفاصيل وبعد مرور نحو عشرين يوم على الجريمة خلاص مش مهم بالجريمة دلوقتي لرغبة الأخير في المبالغ مالية مقابل تسترع الجريمة كشفت المصادر إنه بمجرد بداية التحقيقات مع سائق القادي في قسم الشرطة تم إبلاغ جهاز الأمن الوطني بشكل مباشر بحدوث الواقع يعني اسم الشرطة بلغ الأمن الوطني إن الأخ عيمن حجاج جاء اسمه في شكوى وقالوا له إن السائق القادي بيبلغ عن الجريمة حيث أن اختار جهاز الأمن الوطني يتم بشكل مباشر في جرائم الناس الكبار والتي تكون أطرافها ذات حيسية ما تهد يا عم الله يخليك وتبعت المصادر بأن أحد المسؤولين في جهاز الأمن الوطني المختص بهذه المتابعات الأمنية هو العميد شريف أحمد حجاج الشافعي الأنصاري الضابط بجهاز الأمن الوطني وهو ابن عم القادي المتهم مباشرة والذي قام بإبلاغ نجل عم القادي المتهم فعلا تواجد سائقه عشان يبلغ عنه مرة تانية بس خلي ده يعني دلوقتي أيمان بيحجاج عنده ابن عم زابط كبير في الأمن الوطني والزابط ده مسئوليته خليك بس هنا الزابط ده مسئوليته أنه أي بلاغ في أي اسم شرطة يخص حد له حيثية كبيرة ابن أمير أو حد مهم في البلد الزابط ده يعرف البلاغ ده ويعرف الاسم والصفة وكل حاجة ابن عمه الزابط ده بلغ أيما بأنه خلي بالك اسمك السواء بتاعك بيبلغ عنك دلوقتي في الاسم الثلاغي فخلي بالك واختيفي دلوقتي أهو قام القاضي المتهم فور إبلاغه بالأمر بالقيام بإجراء أمرين أولا لحي يعمل توكيلات بالبيع والشراء لكافة ممتلكاته الرجل بقى خلاص بقى وتوكيل خاص بكافة أمواله لصالح زوجته الأولى ثم قام باستغلال نفوزه وعلاقته في الحصول على تسكرة طيران مباشرة إلى دولة دبي هربا من الملاحقة القضائية وكشفت المصادر أن هناك تحقيقات وتحريات تجري حاليا في أمرين الأول وكيفية هروب القاضي خارج مصر يا راجل كيفية هروب القاتل خارج مصر لا ده احنا نقف شوية هنا وبعدين بيقولك في مسألة رواب الله وتوفير تسكرة طيران خاصة له خاصة أن القاضي المتهم من أسرة يعمل بها العديد من الضباط والمسؤولين في جهات أمنية وسياسية وسياديا مختلفة وكذلك في القوات المسلحة حيث أن نجل عمه الآخر هو النائب عمر عزة حجاج الشافعين الأنصاري عدو مجلس نواب ونجل اللواء أركان حرب عزة حجاج الشافعين الأنصاري وعمه هو اللواء أركان حرب محمد أبو بكر غالب حجاج الشافعين الأنصاري رئيس أركان المدرعات بالجيش الثاني سابقا وعمه الثاني اللواء أركان حرب محمود مهران حجاج أبو شافعين الأنصاري رئيس أركان حرب المركبات السابق ووكيل وزارة الإنتاج الحربي بالهاية العربية للتصنيح حاليا بخلاف عدد من ضباط الجيش والشرطة يا حضرات الموضوع بقى كبير قوي الموضوع مش على قد قتل وحدة جميلة اسمها شايماء جمال إنما الموضوع طلع فيه عصابة كبيرة جدا واحد قتل وحدة وأخفى جثمانها السواق بلغ عنه البلاغ ده وصل الأمن الوطني الأمن الوطني المسؤول فيه عن تلقي البلاغات دي يبقى ابن عمه فالراجل اللحق يبيع ويعمل توكيلات بممتلكاته لزوجته ولحق يجيب تسكرة طيران لدبي ولحق ياخد فيزا لدبي ما هي دبي دي مش سدحمة داح كده اللي رايح جاي بيروحها يعني دي بلد محتاجة فيزا وإنت محتاج مقعد على طائرة إلى دبي طلع بقى إن العيلة دي ما شاء الله يعني نص الجيش المصري في العيلة دي رؤساء أركان حربه آه هو دا بقى دي القاتل اللي هرب ودي العميد شريف أحمد الضابط بجهاز الأمن الوطني قريبه ودي نائب عمر عزة عدو مجلس يوخ قريبه ودي اللي هو أركان حرب عزة حجاج قائد العسكري ودي عمه يبقى قال له أركان حرب محمد أباكر غالب رئيس أركان حرب ضرعات بالجيش تاني وعمه التاني يبقى له أركان حرار محمود محمران ويسأركان المركبات السابق وكيل وزارة النتاج الحربي يا حضرات أنا موتي وسمي الوسطى دا مين اللي قال القول الشهير دا دي العيلة يا حضرات الجامدة جدا دي العيلة اللي ما حادش يقف قدامها دي العيلة اللي غلطت شايماء جمال ونسبت واحد منها عشان تتورط وسط كل دول وتروح فين بقى أهل فوت وسط الملوك دا اللي يخصنا ويخصك كمواطن بسيط عايز تطمن على نفسك ولادك في بلد يكون فيها العدالة فإذا كانت الرواية دي صحيحة وإن ابن عمه اللي هو دا الضابط في الأمن الوطني هو اللي بلغ دا إنه السواب يبلغ عنك فيزن الضابط دا ابن عمه متهم بإنه أخفى مجرم عن العدالة وإنه استغل منصبه وعلى النائب العام بقى إنه يستدعي الليلة دي كلها دا لو البلد فيها عاد مش بس الضابط دا على النائب العام إنه الحقيقة يحقق مع رئيس جهاز الأمن الوطني لإن إذا كانت القصة تفضحت بسبب مقتل الست دي فالجهاز دا واضح بقى إنه شغال على حسب الكلام مش بس الضابط اللي اتحقق معايا حضرات إنما كمان اللي بلغه لإنه اللي بلغه مشترك معاه في الجريمة لإن الضابط الحقيقة زابط الأمن الوطني دا عنده 30 ألف مهمة مش متفرغ للبلاغ دا بس يعني أي بلاغ ييجي لسيادة المصشار لا دا الراجل عنده مهمات كتيرة جدا إنما يبدو إذا كان الكلام حقيقي إن الموضوع شلة كبيرة جدا شلة كبيرة واسعة بتحمي بعضها وأول ما حاجة تحصل يتصلوا على دا وأبو دا يكلم دا وإلحق يا شريب بيه إلحق وعملين كل حاجة والرجل يعمل توكيلات ويبيع ويشتري ويسافر كمان السؤال بقى هل السيد اللي هو رئيس جهاز الأمن الوطني على علم بداه هل عارف وراضي وساكت هو دا السؤال كل دا غير جريمة تسهيل خروج سيادة المسشار أنا هقول لك إزاي خروج سيادة المسشار كارج كده بتقابل ظابط لطيف جدا واقف على الجوازات الظابط دا بيكشف على جوازك إذا كان عليك قضية أو هربان من حاجة الكاشف دا بيتم عن طريق جهاز كمبيوتر المسجهة لأسماء الناس المطلوبة لكن في مكتب تاني في المطار مطار القاهرة اسمه مكتب الأمن الوطني المكتب دا حضرات أنا عارف مكانه في مطار القاهرة لأنه سبق مرة عديت عليه المكتب دا مليان ناس وياما ناس كانت جاية من سفر واتخدت في المكتب دا بالأربع خمس ساعات وياما ستات اتعرض ترحى عشان يتكشف عليها المكتب دا حضرات هو اللي بياخد باسفورك كده يقول لك اقعد منتاش مسافر حتى لو شنطها اختلعت الطيارة ولما نعرف ان دا زابط في جهاز الأمن الوطني والمكتب اللي في المطار اللي بيرائب قرات المنع وحظر السفر وتركب الوصول يعني انا بنتكلم على شلة بقى مع بعض في شلة مصالح وفساد لان دا مؤكد انه اتصل بمكتب الأمن الوطني في المطار عشان يسهلوا اجراءات خروج القاتل انا بحكيش خيال ولا بحكي مسلسل انا باتكلم بجد انت مواطن عادي وانت نازل من مطار بيتسحب منك باسفورك لو تم الاشتباه فيك ويترمي الباسفور خمس عشر دقايق لحسب بقى ولو الموضوع كبر بتخش المكتب ده حلو وتلاقيهم مستنيينك وتحقيقات وساعات ناز بتطلع من المكتب ده على الأمن الوطني بتروح هناك بقى في في مدينة نصف تقعد شوية او ما تروحش او بتطلع من ده على لومان ترى انما يبدو ان العميد شريف احمد يبدو ده عميد كمان ده مش اي حد انا قلت عميد لا يعني الراجل حاطف نسر يبدو ان العميد احمد اتصالاته بمكتب المطار كانت قوية جدا فخرجوا الراجل ده زي الحلاوة ومش بعيد ومش خيال ان الراجل ده اول ما دخل المطار طلع على مكتب الأمن الوطني سلم الباسبور وتاعه خلصوا له الفيز وكل حاجة وطلعوا على الطيارة وويف واحد قال له تؤمر بخدمة تاني حادتك خدمة مصالح شخصية على حساب المواطن ايا كان بقى اسمه ايه اسم المواطن شايماء اسم المواطن امل اسم المواطن اي حاجة انما دي الدولة يفضل السؤال الاخير يا ترى شلل انا ما بتكلمش على دول دول ربنا يحفظنا ويبعدنا عنهم انا بتكلم على شلل الفساد اللي كلها متجمع حضراتي السادة انا عايزك بس تقرأ صحيفة صفحة الوفيات في جورنال الاهرام عادت سنين طول ما نقعت في مصر بقراها عشان تعرف ان كل العائلات بتعمل حاجة واحدة بس بس عيل او شاب من العيلة يفضل جاهل ويغدم الارض بتاعتهم ولازم العيلة يكون فيها حد ظابط جيش وحد ظابط شرطة وحد برلماني وحد في النيابة اغلب عائلات الصعيد بتعمل حركة واسألنا وانا كحي التراب في الصعيد كله اغلب تسعين في المية من عائلات الصعيد لازم تعمل كده لازم يبقى عندنا حد في الجيش وحد في الشرطة ومش اي شرطة من شرطة المطافة والمواني لا ده حد لازم يكون جامد وحد في البرلمان سواء شيوخ او شعب وحد تاني في النيابة وبكده العيلة دي يبقى الجماعة عندها المال والسلطة يعني القرائب والفلوس القصة بقى انه ده كله ينتج عنه انه فيه فلوس كتير جدا شؤة وفلل واراضي بيقدروا يصلوا لها بحكم مناصبهم اراضي شسعة جدا بتتباع وتشري كل ده بقى لم يتم التحقيق فيه او كشفه الا بعد موضوع قاتل شايماء جمال زي ما بيقولوا الخبر ده في الشروق المخالفات المالية دلوقتي بقى فيه مخالفات مالية كيف بدأت العلاقات المسمومة مع القاضي من كافية المهندسين الى جريمة القتل الشروق عملت الموضوع ده حضراته ومشكورة عليه قالت المصادر للشروق مفضلة عدم كالشوايتها ان القاضي المتهم بقتل زوجته كان يحظى بالسيرة طيبة طبعا في اوساط قضاة مجلس الدولة الامر الذي ضمن رأوه الفوز في اكتر مرة في الانتخابات على مقعد وكيل نادي قضاة المجلس باغلبية صحيقة ومؤكرة انه سبق له تولي رئاسة النادي مؤقتا خلال عهد مش عارف ايه واضفت ان المصادر ان القاضي المتهم حظي قبل سنوات بقدر كبير من تعاطف زملاء ومن قضاة المجلس وذلك عقب وفاة نجله سامر في حادث مروري بعد حصوله على لسانس الحقوق من جامعة القائرة واكدت المصادر انه مع اتصال مجال عمله داخل نادي قضاة ومجلس الدولة بملف اسكان القضاة اعضاء مجلس بدأ نشاطه يزيد نتيجة اعمال تجارية باشارها في مجال السمار العقاري حيستطاع ان يحصل على نحو عشرة من الشوق السكنية لنفسه من اجمال 250 شقة مخصصة لنادي قضاة مجلس الدولة في مدينتي بمدينة الرحاب فضلا عن انتلاكه 6 شقة بالمدينة السكنية لقضاة مجلس الدولة بالتجمع الخامس واشرت المصادر انه استطاع ايضا من خلال عمله بهذا الملاف الى امتلاك اكتر من وحدة مصيفية بقارية فينيسيا بالسحر الشمالي والتي ناجح فيما بعد في تولي عدوية مجلس ويرجح ان يكون ذلك محل بلاغات تقدم ضده في النيابة العامة ومجلس الدولة بعدك تشفزها واوضحت المصادر ان استثمارات القاضي المتهم لم تأخف عند هذا الحد بل كان شريكا في احدى الكافيهات الشهيرة بمنطقة المهنسين وكان دايما بيصهر فيه وان علاقته بزوجته الضحية نشأت وتطورت في هذا المكان واكرت المصادر انه بقى عنده اعمال تجارية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة لم يسبق التحديق معه فيها يعني صروة الراجل ده تبقى لمصدر الشروق صروة ضخمة جدا راجل بيزنسمان مش قاضي بقى ده بتكلم في حوت قاضي مين يا معلم ده القاضي خلاص خلصت قاضي صروته من اين لك هذا صروة ايمن حجاج عشر شوء مخصصة لنادي قوضات مجلس الدولة مجلس في المدينة مدينتي ستة في اسكندري قوضات تجامل خامس شليهات بقالة فينيسيا شليهات تأسيس جمعية خاصة استولى على اموالها شريك في احدى الكافيهات مخلفات سابقة وقالها في مصر بس يا حضرات القانون بيعرف ينام شوية ده راجل عيلته رئيس مجلس الدولة بيلاقي حزبه ده راجل عيلته فيها اتنين اركان حرب ده راجل عيلته فيها امن وطني وفيها برلمان ده على فكرة اللي حصل مع المستشار محمد علي هاشب بتاع مطعم اوغندا اللي لوله صاحبه والشريكه بلغ عنه ما كانش حد يتكلم عن فساده فاكر انت المستشار ده بتاع اهو لما شريكه بعد عشرين سنة اختلفوا مع بعض فشريكه بلغ عنه كيف قطاح مطعم في اوغندا بنائب رئيس مجلس الدولة برضو من كام سنة مش بتاعت عمر دياب من كام سنة وانا ميال ميال من كام سنة يا حضرات ده خلاص بقى ما تعرفت القصة دي من كام سنة كان فيه قاضي شنق نفسه وبرضو كان في مجلس الدولة حد فاكره اللي تم التعامه برشوة ملايين قاضي كده مش فاكر اسمه كان ايه المهم بالقاضي ده انتحر برضو كان في مجلس الدولة مجلس الدولة يا حضرات بتانجب عديد من عظماء القضاء وفيه اسماء وتاريخه مليان باسماء عظيمة من قضاء عظام جدا لكن يبدو انه في النقوانة الاخيرة مجلس الدولة بقى 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 خلفي بقى بير غوية من الفساد ما ظهرش منه غير راس الجليد افتكر بس المسأل اللي قتلك عليه في روما القديمة بيعلمه ولاد الأمراء دول بس مايتعقبش يجيب واحد من الشعب هو اللي يتلقى العقاب عن ابن الأمير اكتشف ان الأمراء شلل وشبكات بيتحبوا من الأمن الوطني ومن القضاء فما بالك بقى اللي بيجرى في باقي البلد